السلام عليكم رياضية المتوسط تأكد من فهمك صفحة 41 سؤال الثاني مكعب طول حرفه 4.5 سنتيمتر ما حجمه رايدين بس الحجم حجم منه حجم المكعب حجم مكعب الى قانون لازم نحفظه هو شنوه V يساوي V يعني حجم L V L يعني طول 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 يعني منطينا طول حرفه طول حرفه هس احاول الاحرف الى ارقام هنان يساوي 4.5 V 4.5 V 4.5 V تساوي هابا عدنا بالV بالحجم عدنا اضرغهم كل يتن يطلع لي هذا الناتج دقته بالحاسبة 0.125 هذا سنتيمتر مكعب مكعب لانهو مكعب نعم عندي سؤال ثالث من صفحة 41 متوازي سطوح مستطيلة ارتفاع ثلاث امثال طول قاعدة فاذا كان طول قاعدة 4 وارضة 8 ما حجمه مكعب 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 ثلاث امثال هي ثلاث امثال طول القاعدة مكعب مكعب شون تساوي هاي ثلاثة شون يساوي يساوي اله هو ارتفاع راح استفاد من هذي ثلاث امثال طول القاعدة قدنا اله هي ثلاثة هي ثلاثة يعني ارتفاع ارتفاعه يعني ه ثلاثة يعني ثلاثة طول قاعدة يعني ال يعني طول يساوي شون اقول اقول ثلاثة في اربعة يمطينو طول القاعدة شقد اربعة فراح اضرب طول القاعدة اربعة في الارتفاع شقد الارتفاع ثلاثة هذا ما الارتفاع هذا ارتفاع زين شقد يساوي لي اثناش سنتيمتر هذا شون هذا هذا ارتفاع طلعت الارتفاع هسه صار سهل علي صار عندي هسه سهل علي صار عندي طول وعرض وارتفاع ارتفاع اثناش اثن هاسوي قانون الحجم قانون الحجم الحجم في ساوين ال في و في اتش شن هذا القانون الحجم هذا الحجم مال متوازي السطوح مستطيلة هاي قانون الحجم قانون الحجم هذا قانون الحجم اسا حولها الى ارقام اربعة في ثمانية ثمانية العرض في شقد الاتش طلعنا الارتفاع مية اثناش اضرغم كل هن يطلع شنو يطلع لي يطلع لي اه ثلاثمية واربعة وثمانية ها ثلاثمية واربعة وثمانية هدا سانتيمتر شنو مكعب مربع قصلي هدا شن هذا هدا حجم هاي شن هاي حجم متوازي السطوح المستطيلة هاذا هذا القانون شنو هاذا هذا قانون حجم متوازي السطوح اتبق قدامك اتبق الشيكة هاذا حجم هاذا شنو هاذا قانون هاذا حجم هجم شنو هجم المتوازي هاذا قانونه ماشي هس تدرب وحل تمرينات صفحة 41 تدرب وحل تمرينات صفحة 41 المحاضرة الجديدة حلكم تدرب لأن ما قتب السؤال وما محاضرته